السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعة. السد القطري عمل مباراة كبيرة جدا جدا جدا. امام النصر السعودي على ملعب النصر السعودي وسط جمهور. مباراة كبيرة اوي اوي. نجم المباراة اكرم عفيفي. مش عاوز ان انت تحسب واحد واثنين وثلاثة واربعة اكرم عفيفي. ويجي بعده مش على البرشم حارس مرمى السد. دول يعتبر هما نجوم المباراة. النصر السعودي استحواز عالي جدا. استحواز. ولكن ايه الفايدة? خط دفاع مفتوح. لعب عليه السد القطري ان انا هوصل انت. فريق لعب خمسة تلاتة اتنين بشكل دفاعي على الهجمة المرتدة ان انا القرى اللي هوصل بيا اقدر ان انا اعمل فيها حاجة. في الوقت نفسه بيقولي مدرب النصر انت بادئ يعني اوتافيوم مرايحه ليه? يعني ما ليش معيش اشكلها ان انت مرايح كريسيان اونالدو. لكن يعني انت دلوقتي اوتافيوم مريح ليه ده من اهم اللعيبة. اوتافيو ده ميستورة جماعة. ما كان بتجري في الملعب. اهم من بروزوفيتش بالنسبة لي. تقولي تاليسكا وبروزوفيتش وساديو بانيكو. اوتافيوم اهم اللعيبة اللي في نادي النصر السعودي. والنهاردة النصر معرفش انت نازل عاوزي من المباراة. يعني ايه الهدف? انت سايب الدفاع مفتوح بالشكل ده ليه? اه بتلعب بشكل ضغط. لكن الدفاع مفتوح بشكل كبير جدا. فيه بتاع حوالي تلات اربع كور ومنهم كورة في اللحظة الاولى من الشوط التاني لنادي السد القطري كان ممكن يسجل منها. دفاع مفتوح. وبتلعب بشكل ضغط. انا مش هقولك وعش لا. لكن المفاتيح اللي انت تقدر تفتح بيها. ملعب. نادي السد القطري ما قدرتش ان انت تنفسها بشكل صحيح. زائد الرغبة في الفوز. ايه الهدف نادي المصر النهاردة من المباراة? انا مش حاسس اني فيه هدف. انت مريح لعيبة مهمة جدا ان انت تلعب بيها. مش بتكلمش على رونالدو. اركن رونالدو على جمع. لكن هو اوتافيو عام. انت عين رونالدو عشان مباراة الاتحاد السعودي. طيب اوتافيو. طيب الخيء. ولا انت عشان ضمنت يعني يحس ان انت ضمنت الصعود النهاردة. السد رايح يضمن ان هو يكون من التمانية الاوائل عشان الصعود لدور الستاشر في دورة ابطال اسيا. وده شيء مهم جدا. ولقى بالشكل ده والتكتيك النهاردة الدفاع المنظم. منظم جدا. وحارس المرمى المتقلق. مش على البرشم. اللي شال كورتين تلاتة اهداف محققة. مش على البرشم لازم ترفعه القبعة. حارس مرمى متميز. واكرم عفيفي. ما يستق. ما يستق. حتى جاب دربة الجزاء ما شطه. ده شطها. والولد اللي شط دربة الجزاء شطها شطها. شطها اسمه اوه. سنجيب اسمه بقى عشان ايه نرجع لكلم. اسمه ايه. ادم ادم والناس. ادم والناس. حد ينسى ادم والناس. هدف حلوة اوه. ده شط تربة الجزاء بنتهم ما يسألش عنها. وبنتهم ما يسألش عنها. ومباراة يعني هي. ايه المباراة جميلة اوه. بس الشكل التكتيكي والاستحواز الايجابي والاستحواز السلبي. فصلح للسد الكطري. السد الكطري عمل استحواز اجابي. يدل ان هو يروح. ما تقول ليش ان انت بقى الاستحواز بالنسبة الاستحواز الكهرة. اربعة وسبعين لنادي النصر. ونادي النصر. بيلعب في نص ملعب نادي السد الكطري. بس السد الكطري لعب على النقاط. في البداية قالك اهم حاجة من المقصر. السد الكطري النهاردة. اهم حاجة ان انا على الاقل ارجع بنقطة وان جبت التلاتة ماشي فرجع بالتلاتة رجع بالتلاتة ليه عشان مجمود لعيفة عشان لعيفة اشتغلت عندهم هدف انا النهاردة نصر السعودي ايه هدف كم مباراة مش عارف بيقول لي مدرب النصر السعودي كده عاوز بتصريح تسأله هو انت كان هدف ايه المباراة وبالتشكيلة اللي انت لمزلت بيها لكن هدف النادي الساد القطري واضح اوي اهم حاجة عندي ان انا مخصرش رجعت بنقطة حلو اوي رجعت بتلات نقاط حلو حلو جدا جدا وده اللي لايب عليه الساد القطري تحياتي لنادي النادي الساد القطري وهرد لك لنادي النصر السعودي اللي انا مكنتش فاهم هو بيلعب عشان ايه بس النهاردة ده الكلام باختصار حدد هدفك وانزل حقه في الملحب وانا اقول لك انت بتعمل ايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته